نتحول بقى لشكل تاني هو الاستثمار في الناس احنا معانا فقرة مختلفة مع جمانا وحسام بنتكلم فيها عن الاستثمار في البشر ازاي بنستثمر في عقل المصريين تفضل يا حسام تفضل يا حسام وتفضل يا جمان شكرا جزيلا يا منا واشكرا جزيلا ومن المشكلات اللي كانت بتقابل المصريين الناس اللي عندها يعني طفرة في التفكير المبتكرين ان ابحثهم وابتكاراتهم ما بتشوفش النور بتحط في الدرجة كده زي ما بنتقال مع التحول اللي بتشهده الدولة لازم يكون في جهة تتبنى تنفيذ وتسويق تلك الابتكارات وده الدور اللي بيقوم بيه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اللي اتخذ بعض الخطوات الهمة اللي حيكلمنا عنها الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق صباح خير يا فندم وأهلا بك على صباح خير صباح خير يا فندم أهلا بحضرات كان زمان الناس تروح تسجل براءة الاختراع أو تقول أنا عندي فكرة وطبعا فيه أفكار كتير الناس طول وقت عندها أفكار منها الأفكار يعني أعذرني البسيطة أو المكررة وهم مش عارفين إنها مكررة ومنها أفكار حقيقية فعلا تستحق الرعاية عايز أبتدي من حضرتك مع فرز الأفكار إزاي بيتم فرز هذه الأفكار فرز الأفكار بيبدأ إن أي شخص في الأول يبقى عارف الفرق بين الإبداع والإبتكار والاختراع زم حالك تفضلت إن فيه بعض الناس يبقى عندها أفكار بسيطة ومش عارفة إنها تكررت أو لها منتج أو سابق تنفيذها وفيه البعض ثقافة محدودة ولكن البعض عنده أفكار بتبقى برضو جديدة لكنه مش عارف إنها جديدة أو إيه الجديد فيها أو العائد اللي فيها عشان كده بقى بنتكلم على إبتكار واختراع الاختراع دايما بنقول إن الشخص بيعمل شيء لم يسبقه أحد فيه فبيسجل فكرته ويحتفظ بيها وبعدين يحولها إلى منتج أو جهاز أو أيا كانت الفكرة الإبتكار أنا ممكن يبقى عندي شيء موجود قردي بيستخدم ولكن أنا بضيف عليه عشان سهل المستخدم بتاعه أو ينتشر أكثر أو يبقى أقل تكلفته فبالتالي الأفكار المبتكرة أسهل من الإختراعات مش كل اختراع أو كل ابتكار يبقى ليه مردود اقتصادي وجده اقتصادي فبقى مهم جدا الفكرة نفسها أول ما تطرح نقيمها زي ما بقول حاجة اسمها الجاهزية التكنولوجية هل هي جهزة للتنفيذ ولا مجرد فكرة في عقل المبتكر أو المخترع في تكنولوجيا تقدر تنفذها خلاص يبقى احنا بنشوف مستوى الجاهزية التكنولوجية وإلى أي مستوى تم التحقق علميا من الفكرة اتعامل نموذج أولي منها ولا لأ ثم بعد كده يبدأ ما يسمى الجدوى الاقتصادي والمردود الاقتصادي فإذا كان الفكرة أو الابتكار أو الاختراع لما يدرس دراسة السوق ويتقال ده لو نزل السوق هيبقى لي مردود الناس ستستخدمه في الحالة دي يبقى شيء مجدي عشان ده بيفرق ما بين الأفكار والاختراعات الكتيرة اللي بتبقى في الإدراج والابتكارات والأفكار الجديدة اللي على طول بتنتشر في السوق دكتور يمكن حضرك ده شرح الحقيقة مفصل ووافي للمقارنة أو الفرق بين الابتكار والاختراع دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن كان تجاه الابتكارات أو الاختراعات تمام الصندوق في الأصل أنشئ بتوجيه من سيادة الرئيس في عام 2017 في الاحتفال بأيدي العلم إن هو ينشئ صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشئ فهذا ما حضرك تفضلت في المقدمة إن الأفكار دي اللي موجودة يتم بتبنيها إزاي وأنشئ الصندوق بعد تخذت الإجراءات وبقى ليه قانون خاص بإنشاؤه والقانون صدر في 2019 وإحنا بأنه حوالي سنة تم تشكيل مجلس إدارته ونظام عمله في الألية دي الصندوق بيشتغل على أكثر من محور يعني الصندوق مكلف بأنه يهيئ بيئة محفزة للابتكار البيئة نفسها ثم تبني الأفكار وتطورها وتمويلها أنا ممكن تجيلي فكرة بسيطة لازم أنا أساعده عشان تطورها توصل لمنتج أو توصل لخدمة لها جدوة كذلك إتاحة الدراسات الجدوة السوقية ودراسات الجدوة للمبتكرين إن المبتكر ممكن يكون إمكانياته بسيطة دراسات السوق ودراسات الجدوة مكلفة فيبقى الصندوق عليه دور إنه يستعين بخبراء بشركات بخبراء كأشخاص إنه هم يوفر هذه الدراسات عشان نساعد المبتكرين في هذا الشأن السندوق مكلف برضو بأنه ياخد الأفكار ويوصل بيها إلى منتج يبقى فيه مراحل مختلفة له السندوق مكلف إنه هو يدخل في شركات أو ينشئ شركات مبنية على الابتكارات والاختراعات وتطورها فالسندوق ليه قاعدة واسعة مختصة بالابتكار والاختراع فبيبدأ من أول التوعية إيه الابتكار وإيه الاختراع عشان نعمل قاعدة ومفهوم وتقافة تبقى منتشرة الجزء الثاني بناء قدرات دورات تدريبية مكسفة تفاهم سواء من السن الأطفال من السن الطلاب في المدارس للجامعة للباحثين هو إيه الابتكار وكيف تحاول الابتكار إلى شركة وبزنس خاص بيك اللي هي ريادة الأعمال فالسندوق برضو بيعمل بناء قدرات في هذا الاتجاه جزء الثالث المسابقات السندوق عمل مجموعة برامج للمسابقات عشان نستكشف منها الأفكار الأفضل اللي نقدر ننميها والمسابقات ملهاش حدود نشتغل مع المدارس السنوي نشتغل مع الجامعات نشتغل مع الباحثين بحيث بقى فيه نوع من المسابقات نستخلص منها أفضل الأفكار وممكن نصعد منهم كمان يمثلوا مصر في المسابقات الدولية الجزء الرابع أن أنا أعمل تطوير والتطوير أن واحد عنده فكرة الفكرة بعد من نفحصها فنيا أن نلاقيها مقبولة ولكن عايزة إرشاد أكاديمي أو علمي أو تكنولوجي نوفر له هذا المرشد يساعد ويتورها لحد أن نوصل بها مرحلة قبلة للتنفيذ ومدروسة أن لها مرضود اقتصادي فده أربع محاول يشتغل عليهم السندوق يقدر يوفر فيهم سواء التوعية كثقافة يقدر يوفر كبناء قدرات يقدر يوفر كمسابقات عشان يظهر الأفضل يقدر يوفر تطوير وتمويل للأفكار هل في شركات مع شركات من قطاع خاص أو هيئات حكومية لتسهيل الوصول للمبتكرين ومن الجهة الأخرى تسهيل دعمهم معنوياً ولوجستياً ومادياً تمام الشركات ودي جزء مهم جداً نحن بنشتعل نحن مش معزولين نفسنا ومش هنقيد اختراع العجلة المنظومة الدولية معروفة تشتغل ازاي وبتعتمد دائماً على الشركات الشركات احنا بدأنا بشركات مثلاً داخل قطاع الوزارة نفسه مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في برنامج اسمه طبق براءتك بندور في البراءات اللي الناس تسجلت اللي بنقول هي في الأدراج ما تنفذتش وبنطلع منها الأفكار اللي مطلوبة لخطة الدولة يعني عشان بس نفهم النقطة دي فندور في براءة الاختراعات بأثر رجعي في مجموعة من المبتكرين عندهم حقوق ملكية فكرة يمسجلين براءة اختراعات فاحنا عندنا قاعدة ديانات في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون بين الصندوق أكاديمية البحث العلمي الخبراء بيبدأوا يرجعوا الأفكار اللي في المجال الفلاني الدولة بتتكلم في مياه الدولة بتتكلم في طاقة الدولة بتتكلم في زراعة فبنشوف الأفكار اللي مطلوبة نفحصها وبنطلعها ونتواصل مع المبتكرين انت نفذت فكرتك ولا وصلت بيها الفين لا منفسي نقدر ندرسها ونعمل عليها الدراسات بتاعتنا وبعدين نتفق معها بحيث ان احنا نطبقها جزء تاني من الشراكات ده مثلا مع أكاديمية البحث العلمي جزء تاني بنعمله مع قطاعات في الصناعة بنشوف ايه اللي محتاجة الصناعة كأفكار ونبدأ نعمل إعلان عن نداءات يتقدموا بأفكار تخدم قطاعات للصناعة فده بالشراكة مع جهات مرتبطة بالصناعة زي مركز تحديث الصناعة وحكذا عملين شراكات مع جهات أخرى في وزارة الاتصالات بحيث ان احنا نتكمل بعض عملين شراكات مع جهات بتمويل زي الـ UNDB المشروع برنامج الوم المتحدة الإنمائية فده برضو شراكات عشان هم دكتور عمر لو أنا شخص عندي ابتكار أو عندي اختراع وشايف حضارك دلوقتي موجود على صباح الخير يا مصر ومش عارف اروح بي فين اعمل اين احنا عملين الموقع الالكتروني بتاعنا الويب سايت isef.org.eg على الموقع عملين حاجة اسمها بوابة الابتكار بوابة الابتكار بيدخل الشخص بيعمل أكاونت ليه حساب ليه وبعدين يبدأ يضيف أفكاره فكرة اثنين عشرة كل فكرة بيخش بيتسئل شوية أسئلة يستوي فيها بيقول لنا ايه عن الفكرة بأنه مجال التطبيق بتاعها هو اسمها ايه الهدف منها ايه وبناخد الفكرة منها على البوابة اوتوماتيك عشان ما يضطرش ينتقل هنا أو هنا وبنشوفها مع أحد المتخصصين الفكرة في أنهي مرحلة من الجهزية التكنولوجية مراحل الجهزية التكنولوجية مقسمينها دوليا لعشر مراحل مجرد فكرة لا الفكرة تم إثباتها الفكرة تم تطبيقها الفكرة تعمل منها نموذج أولي وهكذا مستويات مختلفة فبنشوفه في أنهي مرحلة من هذه الجهزية التكنولوجية إذا كان في مرحلة متقدمة احنا بنقول عليها تي أر إل فور أربعة الليفل أربعة يعني احنا نقدر نشتغل معها على طول اللي هنا أقل من المستوى اللي نقدر نكمل ونعمل دراسات سوء وننفذ بيبقى المستوى ده بنعمله حاجة اسمها حاضنات افتراضية برنامج تاني يأهله ويتورله فكرته لحد ما تبقى جاهزة بها فالعملية سهلة من خلال الموقع الالكتروني يقدر يتقدم بأفكاره أنا تواصل معه بنقيمها ونقول في أنهي مرحلة دي ونتعامل معها عظيم جدا دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بنشكر حالك شكرا جزيلا على وجودك معنا وكل التوفيئة عندك شغل كتير قوي في فترة اللي جاية إن شاء الله فنم كتر خير حضرتك شكرا جزيلا فنم شكرا جزيلا